وإلى الوضع الوبائي في الأردن حيث واصلت جائحة كورونا تسجيل حصيلة تفوق الثلاثة ألاف حالة مع تسجيل ارتفاعا جديد في نسبة الفحوصات الإيجابية وفي التفاصيل أظهر الإجاز اليومي لوزارة الصحة أن الأردن سجل اليوم 24 وفاتا وثلاثة ألاف ومائة وثمان عشرة إصابة بفيروس كورونا وبعد إجراء نحو أربعين ألف فحص مخبري وصلت نسبة الإيجابية منها إلى سبعة وسبعة أعشار في المائة تقريبا مقارنة مع سبعة وثلاثة عشار في المائة تقريبا يوم أمس عدد الحالات في المستشفيات يبلغ حاليا سبعمائة وثلاثة وأربعين فيما وصل المجموع التراكمي للحالات النشطة إلى أكثر من اثنين وثلاثين ألفا وفي إحصائيات برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى نحو أربعة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرين ألف شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح نحو أربعة ملايين وثمانية وخمسين ألفا مقابل نحو ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا تلقوا الجرعة الثانية مقابل نحو أربعة ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفا أربعة وال guarantee